ننعي الى شعبنا اليمني العظيم الشهيد العزيز الرئيس صالح علي الصماد قتل الرجل الثاني في قائمة التحالف قتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين جاء الاعلان عن مقتله عبر قناة المسيرة التابعة الميليشي الحوثي قبل ان يؤكد ذلك زعيم الحوثي الذي قضى نحبه شهيدا ظهر يوم الخميس الثالث من شهر الشعبان التاسع عشر من ابريل مع ستة من مرافقيه اثر استهدافه بغارات جوية في محافظة الحديدة معلنا ان صالح الصماد قتل في قصف جوي للتحالف استهدفه بثلاث غارات يوم الخميس الماضي في شارع الخمسين بمدينة الحديدة بعد عودته من لقاء عقد في جامعة الحديدة اذا لم تعد قيادات الميليشي عصية على ضربات التحالف مقتل الصماد جاء عقب القائه خطابا في جامعة الحديدة دعا فيها الى النفير والتصعيد العسكري بالحديدة وتنظيم مسيرات للتظاهر بالبنادق صالح الصماد الذي برز ابان انقلاب الميليشيا على حكم الرئيس هادي في سبتمبر 2014 وفرض حينها على الرئيس هادي مستشارا سياسيا تم اختياره اول رئيس دوري لما يسمى بالمجلس السياسي الذي شكله تحالف الحوثي ومؤتمر صالح غير انه استمر في منصبه بعد ان فرض الحوثيون سيطرتهم على صنعاء كليا قبل ان يختتموا سيطرتهم عليها بازاحة صالح من المشهد عقب مقتل صالح اوكلت للصماد مهمة احتواء المؤتمر الشعبي العام وعرف بممارساته للكثير من الضغوطات على قيادة المؤتمر وما تبقى من كتلته البرلمانية في صنعاء الصماد الذي كان بمثابة احد الفاعلين على المستوى الاعلامي والجماهيري تعهد مطلع العام الجاري بالتصعيد العسكري ضد السعودية وبارسال صواريخ لاراضي المملكة بشكل يوميا وهو ما حدث بعد ذلك ما زالت تهديداته باقفال الملاحة في البحر الاحمر حاضرة بقوة وهي التهديدات التي تم اخذها من قبل العالم على محمل الجد خصوصا مع قيام الميليشيا بتنفيذ عمليات في المياه الاقليمية ضد سفن تابعة للتحالف المصير الغامض لرجل كان من اكثر قيادات الميليشيا ولاء لزعيمها والتأخر في الاعلان عن الحادثة يثير الكثير من الشكوك لدى المراقبين حول طريقة مقتله وتوقيت الاعلان خصوصا ذلك التسرع بتعيين مهدي المشاط القادم من خارج المجلس السياسي رئيسا للمجلس خلفا للصماد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة